أهلا هنبدأ النهاردة على طول هنبدأ في شهر حمدية الترمينولوجي أجزأ جزء من هاياني بس جزء كبير شوية أول حاجة هنأخذ بالشابتر 1 فالترمينولوجي هو is a discipline مجال عمل which systematically studies designating of concepts particular to one or more domains through analysis of term and context for the purpose of documenting هو discipline او مجال بيهتم اصلا بيهتم بمفهومية المصطلحات في سياقه معينة بيشوف المجال ده مصطلحاته ايه وبوسع الترمز دول في كل السياقات بقى طب هو بيعمل كده ليه عشان يختار او يقول لاخد استخدام الصح للمصطلحات دي يعني انا بستخدم مسلا كلمة كيرو في حاجة معينة باستخدم مسلا كلمة في حاجة معينة باستخدم في حاجة معينة فبالتالي كل حاجة في استخدام الكويس لها عندنا نوعين الترجمة نوعين الترمينولوجي قصدي عندنا اللي هو بيتعامل مع الترم لوحده تمام هو بياخد ترم واحد وانا اشتعه به تمام يبقى لما انا اتكلم في حاجة بتتعامل مع ترم بس تاخد الترم بس او بنتكلم على مصطلح واحد بس او عدد قليل تمام بيبقى ايه احنا بنتكلم في حاجة اسمها لكن بتتعامل مع ايه مع كل المصطلحات في مجال معين او رقم صغير جدا ومحدود جدا من الترمز تمام وخلينا اصلا لكن بتتعامل مع كل الترمز في مجال واحد عندنا بقى ناخد حاجة اسمها واللي هو علم تدوين الكلمة والترمينولوجي اللي هو علم المصطلحات فعندنا الاثنين هم الثنين بيعملوا ايه42 او شغلنتهم كفلتهم الاثنين شغلنتهم انوا يعملوا التكشنريز تمام اما يعملوا ات having اении يعملوا تجميع او تعديل علي قاموس فالليكسوغرافحر زي بيعملوا they كامل الجلال البحرى حظو يبقى هم بيعملوا ايه بيبقولوا ان الكلمة دي تدبعة عالج. و دين الكلمات دي بيعملوا لها زي استناد بيزبطوها بيكتبوا الكلمات دي. لكن الترمي نغرافرس غنيتهم ايه? يبقى لكسو يساوي تمام? بس الترمز دي بتبقى ايه? في و اللي هي بمعنى مجال. يعني هو بيجيب مسلا المجال التبي بيعمله قموس كده. طب المجال القانوني المعجم القانوني. المعجم البطري. المعجم السياسي. فهو بيعمل معجم لكل حاجة معينة. تمام? عندني عندنا اصلا او العلم تدوين الكلمة او علم الكلمة. عندنا two components. واللي هما الاساسيين الاثنين الاساسيين. اللي هو بيحتوى على تمام? of applied science theoretical principles that formed the pieces of the general usage and expert principles. يبقى هو بيقول بس الكلمات دي تستخدم في ايه? اه نقدر نستخدم ها كاف جينرال نقدر نستخدمها في ايه? كفي مجال معين والحاجات دي. طب the practical component ده ايه? اللي هو ان انا هرتب الكلمات دي ازاي او هجمعها ازاي في قموس. يبقى the theoretical بيتعمل مع استخدامات الكلمة. practical مع تجميع الكلمة في قموس. وهي which deals with applied science compiling and editing of dictionary. تمام? uh lexography is the process in which linguistic information is be recorded, processed and compiled in specific lexographical format. يبقى lexography هو عملية بنجمع فيها الكلمات او بنجمع فيها المعلومات اللغوية. وبعد ما نشوفها باستخدمتها يبقى نشوف الاستخدمات بعد كده تجمع في شكل من اشكال lexographical format. طب او النتيجة من ده. اللي هي مجمع الكلمات. المجمع. لأ مش المجمع. المعجم قصدي معلش. بعد كده عندي القموس. بعد كده اللي هو كتاب المتراضفات والالكترونيك داتا بانك واللي هي بنسميه داتا بانك او مركز المعلومات او مخزن المعلومات او بنك المعلومات اللي بيبقى على الكمبيوتر. تمام. لو احنا عندنا كمبريهنسيف جنرال دكشنري. تمام. بياخد كل الحاجات بتاع السورس لانجوج. بيبقى فيه كل السورس لانجوج. القموس الكبير زي قموس اوكسفورد. بيبقى الف صفحة ولا الف صفحة. بيبقى فيه بنسبة كبيرة كل المعلومات اللي انت محتاجها عشان الكلمات. تمام. اول قموس ده مونولينجوال انجليش دكشنري. اول قموس انجليش لانجليش. اتقدم في الكورن السبعتاشر. وساعتها كان مكونا اصلا من كلمات مستعرة. لو اننا نعرف انه اصلا الانجليش. لو عملت حلقات عن الهيستري. هيبقى الانجليش اصلا معظم كلمات مستعرة. وهناخد جزء من الليكتشور النهارده. في الكلمات المستعرة. سبقى يبقى هو عبارة عن زي انا عندي صندوق من الكلمات. مختصة بلغة معينة. تمام? طب بنستخدمه ليه? بنستخدمه عشان نتواصل مع بعض من لغة لغة تانية. طب اه التلميغرافي ايه شغلاتها في الحوار ده? هي 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 فرع من فرع الليكتشور بس مهتمة بالمصطلحات التقنية ومصطلحات العلمية فقط. يبقى تلميغرافي اه تلميغرافي از اصاب ديفيجن بليكتشور يبقى هي جزء من الليكتشور مش كلها. او مش علم الوحدة هلا هي علم جزء من العلم الليكتشور أصلا مهتم بالمصطلحات التقنية والعلمية. طب المصطلحات اللي احنا بنستخدمها في الترجمة أصلا عندنا تمام ده معنا واللي هو الغرض من الترجمة او الملف اللي احنا هنترجمه من لغة لغة تانية. تمام? بعد كده يام هو عملية الترجمة نفسها او حاجة بتترجم اللي هو النص زي ما قدنا. تمام? نص الترجمة. اه هو الى ما اقدرش اغيرها من ترجمة لترجمة. يعني حاجة خاصة مقدر السوابت بنسميه. السوابت دي حاجات ما اقدرش اغيرها في الترجمة زي الداتا قصدي. التواريخ الاسماء اه المصطلحات وهكذا. اه عندنا ودي اللغة اللي احنا بنترجم منها والي هي اللغة اللي بنترجم لها. تمام? اللي هو بيقول لك اللي هو اتجاحت ترجمة هاله هي دي للغة السورس واله هي دي للغة السورس. الصياق هو الحتة اللي بيقع فيها الكلام عموما او اللي بنتكلم فيه. عشان كل كلمة لها صياق معين بنمشي عليه زي كلمة كيك لو احنا اخدنا كيك لوحدها من غير اللي قبلها هتبقى كيك عادية لما حطناها في صياق مع كلمة هتبقى معناها سهل جدا. اللي هي اللي هي لما يبقى عندي خلفية على الموضوع فبعرف اتكلم عنه اكتر وبعرف ترجم احسنين يعني عشان ما ترجمش ترجمة غلط وخصوصا ده بينفعنا في الوليجال تمام اه طب ايه انواع الترجمة بتاعتي انواع الترجمة اللي هي اللي هي المكتوبة تمام نركز بقى اللي هي الشفوية ودي دايما بتبقى قدام الزبون او قدام اللي انا بترجم له يعني عندي نوعين من اللي هو دا هو بيتكلم شوية يعني هيقول هاي اي ام كذا فانت بعد ما هو يخلص انت تبدأ تمام فدي كنسيكاتيب معناها التتبعية ان اكت او انترابتين كارد او دون باوزز بوين كوز اه the speaker for the very purpose يعني هو بيقف كل شوية زي ما كان في فيديو المدرب بيتكلم والمترجم كل ما يقف هو بيتكلم بنفس الحماسين وده الفكرة ان احنا بنتكلم في نفس اللحظة بعدها بثلاث سوان بالضبط بنبدأ احنا فهو بيفضل يتكلم واحنا نفضل نتكلم معه لحد ما احنا نقف او دي الترجمة بتاعت عموما اتلاقي انه اول ما يبدأ كلام سنتين يبدأ الكلام بتاع المترجم على طول اه حاجة بعد كده ودي الترجمة الاختصار او مضمون تمام اه يبقى ايه عملية تقليل الترجمة ان احنا نمسح حاجات ونمسح ال data اللي يعملهاش لازم يعني عشان ندي الحاجة المهمة بعد كده واللي هو زي ما بنقول ان انا هتديك سامبل هتديك حتة من الموضوع اشوفك هتترجمها صحة ولا لا يبقى يبقى ترجمة بعض القطع اللي هو بيختارها لك عشان يعرف مستوك ايه في الترجمة واللي احنا بنضيف معلومات مش موجودة اه بنضيف معلومات مش بنشرح كلمة تفرق عن اللي تحتها اه عشان في ناس كتير بتوع معناها ان انا بضيف معلومة ليك مش اه بضيف عشان تسهل لك النص تمام لكن انا بكتب الكلمة وبشرح لك ايه الكلمة جنبها او بشرحها فوت نوت فوت نوت اللي هي بتبقى مسلا فوت نوت يبقى مكتوب جنبها واحد كده ومشرحها من اخد الورقة تحت في اخد الورقة يبقى هو انا بديك تعريف للحاجة او بديك شرح للحاجة لكن انا بضيف مع يعني كلمات زيادة مش بشرح الكلمة نفسها معناها ان انا بعمل ايه عشان اسهل لك النص كحد قدامي لازم استخدم اه ليه انا مسلا لو حد ما قرأتش عن قبل كده فحصل ان انا بسمع اه فانا مش عارف ايه ده او هو كتبها كمثال فلما اجي انا ترجم عشان اعمل التوطين اسمها تمام بعمل ايه بقى اه بغير بقى وليلة او بغير بعنطر وعبلة بغير باتنين يقدروا اي حد يفهمهم لان هما مشهورين عندنا يعني مسلا انا داخل اه بيت بره بقول وليل هو اللي هو الجمهور المستهدف من الترجمة وده ماركتينج تيرم و اللي هو اللي احنا انا عاملين الترجمة عشانه او هنترجم ازاي زي ما بيحصل دلوقتي في اعلانات الفيسبوك انه اعلان الفيسبوك ممكن تقول له ادي لأ ادي الحتة للموبايل الفلاني او للعرب اعملهم بوست والكزا اعملهم بوست طب انواع عندنا الكلمات عموما اللي هي هو كل الكلمات في اللغة او اه اختيار او فبقول لي كل الحاجات اللي في الاوضع قتلنهم. تمام? او استخدامة اللغة لشخص او او شغلنا معينة. طب اللي هو يعني عموما الكلمات عموما في كل حاجة. هو بيستخدم ايه? اه تمام يبقى ام قامة من الكلمات المترتبة جديا على تحتها بيبقى يعني ادي الكلمة مسلا كيرو تحت بتاعتها الاستخدامات بقى وزي اكتبوا احط الانجين فعلا لا وهو نون ولا كده والايتمولوجي بتاعته اللي هو اصل الكلمائي. بعد كده عندي واللي هو نفس التعريف ده بالضبط بس اللي هي المعجم. المعجم ده بيبقى عموما عبارة عن مجال معرفي فاحنا بنتدي له تعريفات بقى الكلمة وتعريفها وكل حاجة. واكتر واحد مشهور في الوقت ده اه جمعه تمام? وكان بيسمو دا لندر دا لندن بعد كده هو اه كتاب اه بيحتوي على والكلمات المتعلقة ببعض. وده عموما اه اللي هو اه من زميع معجم من المتراضفات والتضاد والحاجات دي. تمام? طب عندنا بعد كده اه مصطلحين جنرال لانجوج وسبشيلايز لانجوج. اوكي? اه جنرال لانجوج اللي خلانا اللي احنا بنستخدمها عشان نتواصل في مجال معين. يبقى سيرتن سبيشيلايز اريا. يبقى ايه? سيرتن سبيشيلايز اريا في مجال معين. احنا ما نقدرش نتكلم سبيشيلايز لانجوج في اي حتة. نتكلم في حتة معينة بس مسلا. نتكلم في الطب في جنب فعال. لان احنا يعني حتى لو بتكلم مسلا او دكتور فقول له دكتور كلمنا عربي انا مش فاهم المصطلحات التقيلة اللي انت بتقولها. صح? صح. بقى هي ايه? نظام لغوي معقد. ليه? لانه هو معمول من كتير. معمول من كزا سبيشيلايز لانجوج. تمام? فعشان كده هو بيحصل كده ليه? عشان اقدر اوصل المعلومة صح. وادر استخدمها صح. فعندي حتى في اللغة بتاعتي فورمال وانفورمال اقدر تكلم في اي حتة وادر اتكلم بردو في اي حتة زي ما انا عايز. هي اللغة في العموم. بعد كده ازاي بنعمل او مصطلحات جديدة في العربي. احنا اخدنا الحضر معين قبل كده. اخدنا احنا كلمات كتير قوي بنعملها اللي هي قواعد تكميل الكلمة. اللي هي والحاجات دي. اللي احنا بنحطها والحاجات. والكلمات دي بنسميها اللي هي المدخلات الجديدة. تانية حاجة بنستخدمها واللي هو الاستعارة. يبقى الاستعارة هي انحنا بندمج مسلا اه مصطلحات مبارة على مصطلح من هنا وهنتكلم عنها بشكل اكتر. ده التعليف بتاعها. واللي هو دمج الكلمات. تمام? فلازم برضو لما ناخد مصطلح من اللغة النتب او اللغة الاساسية اللي احنا اخدنا منها لازم تبقى موجودة. بس احنا بناخد منها مميزات. اللغة اللي احنا بنستلف منها. تمام? يبقى اللي هي اللغة المتبرعة. لكن اللغة اللي بتستلف بنسميها اللغة المستعيرة. اللي هي the borrowing language. يبقى اللغة اللي بتسلفنا او بتستعر لنا. بتدينا كلمات بنقول على هالدونر المانحة. اللي هي المستعيرة. اللي هي وقت الكلمات. يقول في الفن عشر قال انه من الهيستري بتاع الانجليش. انجليش خد كلمات كتير من كل حاجة. زي كروسونت من فرنسا. صوفا من الارابيك. وبينو في ايطاليا. فالبروينج بيتقسم لحاكتين. تمام? linguiستك بروينج. وكالتش بروينج. هناخد linguiستك بروينج. ونقسمه لحاكتين. تمام? يبقى linguiستك بروينج. تمام? هيتقسم لحاكتين. lexical. و structural. تمام? اول نوع في اللينجويستيك بروينج اللي هو الليكسيكال بروينج واللي احنا بناخد كلمة لكلمة تانية او بندمج كلمة لكلمة تانية تاني نوع بقى الستركترال او الستركترال بروينج اللي انا ممكن اخد قواعد ممكن اخد قواعد صوتية وممكن اخد قواعد ترتيب كلمة دي بناخد قواعد لستركترال معين يبقى الستركترال بروينج بيتقسم لثلاثة واحد اتنين تلاتة لكن الليكسيكال بتقسم الليكسيكال طب اللي هو استخدامنا للأفكس والصفكس زي الجبرة اللي اتخدت من العربي وممكن نقول عليها اي حاجة. تاني حاجة اللي هو اللي هو قعد ترتيب الكلمة. وده بنقول عليه ان احنا بناخد بالنحو. اللي بتبقى واضحة جدا زي اللي هي الاسم وبعضه الصفة. تمام? ودي اخدناها من ترتيب الكلمة الفرنسي اللي هو او يونج مان. طب النوع التاني اللي هو الكلمات اللي احنا بنستخدمها عشان نفل عشان نشيل الفجوة اللي ما بين اللغتين. فبنحط كلمات زي ليمون والكوحول اللي احنا اخدناها من العربية حطناها في الانجلش. ليمون اصلا هي كانت فاخدوها خليها ليمون والكوحول خليه الكوحول في الانجلش. طب في حاجة بعد كده جاء على ما اسمه ووزع الكلمات. فقال انه فيه تلاتة. اول واحد اللي هو اللي هي الكلمات المستعارة بالكامل. تمام? ودي الكلمة بتبقى زي ما هي ما بتتغيرش ما بيعمل حتى كل الشكل الصوتي الشكل الكلمة نفسها ما بتتغيرش هي هي. فاللون بنسميها الكلمات السبتة على ما هي. تمام? ما خدش بس المعنى بتخد الفوناتيكشيب. تمام? اللي هي الفوناتيكشيب اللي هي النوت بتاعها. اوكي زي ايه? زي مونولوج من الفرنس. وتابلو وكاتالوج. تمام? كلهم بدخلوا العربي. فهنا خدنا الفورم والميننج. الشكل والمعنى. لكن اللون بلينز واللي بعدها اللي بيتسمين بناخدها used to distinguish loan word which only part of the فنوميكشيب. احنا بناخد جزء من الكلمة. زي ايه? دكتورية. دكتورية اصلا هي اسمها دكتورشيب. دي. فاحنا لما خدنا خدنا دكتور وحطنا ايا ري احنا. كمان مش دول بس. خدنا اللي هو تحاول لبرميل. دكتور واللي تحاول لدكتورة. طب عندنا اخر حاجة اللي هو اللون شيف تيبقى اللون بليند احنا بناخد جزء من العربي جزء من الانجلش. احنا هنا بناخد سبستيوشن كامل للمورفين. تمام? بنغيره بالكامل بمصطلح اسوي. زي ناطحة السحاب. اه هي اصلا من كلمة انجليزية اسمها سكاي سكرابر. اه بعد كده هناخد حاجة اسمها الكلمات. الكلمات عند الكلمة الاملائية ودي اي كلمة في الدنيا. اللي هي الكلمات في الكتابة يعني. او اللي هي عبارة عن حرف جنب بعض بيكونه لكلمة. تمام? واللي هي الكلمة الصوتية. اللي هي الكلمات او بنسميها الكلمات الاساسية. زي كلمة دي كلمة اساسية بيتفرع منها بلاير. اه بلايد. اه بلايينج. وهكذا اللي هي الروت وورد بنسميها. تمام? اه اللي كزيمز بقى اللي هما بيشير the same spelling. بس المعنى مختلف. يبقى same spelling same pronunciation. بس المعنى مختلف. يبقى نفس النطق ونفس الشكل. بس المعنى مختلف او الاتمولوجي بتاعتهم مختلفة. بنسميهم زي كده. اللي هي دي. اه هنا الكلمة دي. لوحدها. تمام? تير. معناها ايه بقى? اه اه تير معناها اه دمع. اه دمع قصدي. تم اهم. لكن تير معناها يقطع. اه لا. ده نوع من انواع اللي همونهم يعموما. بس هعد من الاول تاني. طيب اه احنا نخدهم من الاول تاني يعني هشرحهم بشكل واضح هنا. عندنا اول حاجة اه احنا عندنا الهومانومي. حلو? واللي هي دي اه بنسميها same pronunciation تمام? و same spelling. حلو? يبقى نفس النط و نفس الكلام زي كلمة park وبات. تمام? بات معناها خفاش ومضرب وبارك معناها ايه? يركن و ايه? و اه و و حضيقه. تمام? فالاتنين بنفس الشكل و نفس النط. بس بيختلف في المعنى. بعد كده الهومانومي دي تتقسم لحاجتين. اللي هي دي. تمام? بتتقسم. اللي عندنا ايه? هومو. فونز. و دول بيبقوا ايه? same pronunciation. بس different spelling. تمام? يعني نفس النط بس مش نفس الشكل. زي كلمة two. و two. و two. طب الهوموغرافس اللي هما ايه? اللي هو النوع التالت. اللي هو اصلا بيتجزق من الهومانومي بارتو. الهوموغرافس بيصير ايه? same spelling different pronunciation. تمام? يبقى يبقى same spelling نفس الشكل بس مش نفس النط. زي كلمة tear. و tear. تمام? tear. دمع. tear يقطع. اه و ده شرح التلاتة ده. اه بعد كده ازاي طب بنقسم الكلمات او بازاي بنفرع الكلمات من بعض. طب. اه الكلمات بتلعب دور مهم جدا في ترتيب الجملة. والكلاس اصلا او الجزء بتاع الكلام بيلعب دور اهم في ان احنا نقسم الكلمة صح. عندنا في الانجليش four large classes و four small. تمام? طب اول اربعة هنتكلم عنهم اما هون large classes. اللي هو الاسم. واللي بيتعرق اه بيبقى اما عاقل اما جماد بتبقى موجودة. ويبقى في الجملة ده دايما اما subject ya object ya حاجات كتير بس هم دول الاساسيين يعني. هو بعبر عن فعل او حالة او حدث بيحصل. وبقول لنا ان هو الجملة دي على ايه او بتكلم عن ايه. طب الاجج ده بيعمل ايه? بيجي قبل النون. بيبقى كلمة وصفية بيقول لنا الفيرب ده ايه? هل هو جميل? النون ده ايه? جميل اه whatever. الادفرب ده الظرف او الحال او السبب او هو اصلا نوع متعدد للاستخدامات. ممكن يقول يعبر عن الظرف اللي حصلت في المعلومة. زي يزال في التكرار. او الاسلوب بشكل واضح بشكل سريع. او ان احنا نبقى ان هو يدي او يصف صفة تانية. زي بنقول قويت قويت حانسم. يعني جميل جدا. او ممكن يجي كمان اه كربط للجمل زي however the adverb. تمام? الفور كلاسز بقى الصغيرين. البرونز اللي هي الضمائر اللي هي بتقود لنون فريز قبل كده عشان من نعمل شربيتيشن. تكرار. الديترمنرز اللي هي المحددات. تمام زي او بوي. او تو ابلز فاتو هنا ديترمنر. البروبزيشنز اللي هي حرف الجر واللي بتيجي قبل النونة عموما. عشان نتكلم بحرف الجر. والكونجوكشنز اللي هي الروابط. اللي هي زي اف واند وور والحاجات دي. الفانبويز وكل الروابط يعني. طب ازاي نقسم الكلمات لقطعة كتير? عندنا المورفيم. بمعنى المورفيم هو اصلا اللي بيبقى المصدر الاساسي للكلمة. يبقى اي كلمة في الدنيا مكونة من ايه? من مورفيمز. طب المورفيم لو كان وحده بنسمي او لو الكلمة بتحتوي على وان مورفيم بنسميها سيمبل وورد. زي كلمة بوي. كات دي وان مورفيم. تمام? طب الروت مورفيم دي حاجة اساسية جدا لان احنا بنقدر نزود له حاجات كتير. يعني بوي ده هنا روت مورفيم. لان انا بقدر اقول بويز. فاندستله باوند مورفيم. هادر اضيف له تاني حاجة تانية خالص. اكتب له بويش. اوه تمام? بويش. طب الكمباوند اللي احنا بنقول لهم هما يا تو او مور روت مورفيم. يعني كلمتين روت مورفيم وربعط. زي بيد روم ليف ان اوفر لاند هول ميل. حل? طب الحاجات التانية اللي احنا بنستخدمها جنب الروت اللي هي الافكسز. واللي هي بتحصل في الجملة عموما اللي هما ما يجوش لوحدهم هما بيجي وديوا معنا اضافي. عندنا اربع انواع. اه النوع ده مش موجود عندنا في الانجليش بس هو موجود في لغة الاشارة ولغة الصوت اللي هو اللي هو حاجة بتحصل في نفس الوقت اللي احنا بنتكلم في. اه ده نحفظه كتعريف بس او نعرفه كتعريف. هو الافكس اللي بيجي قبل الكلمة زي في انترناشنال. انتر اللي واحدها ما بتديش معنا بس بتدي معنا لناشنال. والصفكس زي بيجي بعد الكلمة زي اس في كاتس لكن الانفكس بيبقى جزء من الكلمة نفسها زي كوبفول وسبونز فول وباسر باي لما نجمعهم بنحط الاس في النص. بتبقى كوبس فول فيبقى ده انفكس وده انفكس وده انفكس. وكمان تاني لما اقول ماذر لما اجمعها بحط هنا الاس. اس الجامع. فعشان كده هو مش موجود وممكن اس الجامع هو موجودة بس في الانجليش. تمام? طب ازاي بنعمل كلمات جديدة? اول حاجة ان احنا نستخدم ان احنا نضيف للكلمة فاحنا بنعمل كلمات جديدة وده طريقة. اه تاني طريقة ان احنا استخدم زي ما قلنا في اولين محضرة خالص. ثلاث ضريقة ان احنا اه 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 معظم الكلمات اللي احنا بنضيفها للغة بتروح للارج كلاسز اللي هما الاربعة. وخصوصا النونز يعني النونز والفرب والالجكتفز وكمان معظم الحاجات بتبقى نونز يعني تسعين في المية من الكلمات اللي بتضيف للغة بتبقى نونز لان احنا بسعاتها بنقدر نحولها لاي حاجة تانية بان احنا بنضيف لها مورفولوجيكال رودز. اه الكونتونيشن بقى اه لازم نفرق ما بينها وبين الكونتونيشن. اه الكونتونيشن هي اه الكلمة في السياق. الكلمة التي تحمل ايه? مشاعر. تمام? الكونتونيشن هي كلمة القموس. زي زي السيمانتيكس والبروجماتيكس. هي واضحة. المعنى العلاقة ما بين الكلمة واللعب لها والكلمة والمشارئة لها. زي ما قلنا ايه? اه 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 اون كلاود. لو انا اخدت الكلمة دي بالدنتونيشن. دنتونيشن او دنتونيشن. يبقى انا في السحابة التسعة. تمام? لكن الكونتونيشن بتبقى ايه? بتشوف الكلمة والمكتبع والسياق والحاجات دي. في معناها في غاية السعادة. لو احنا ترجمناها بالكونتونيشن منه? طب اللي بتقف لوحدها في الجملة بنسميها في مورفيمز. تمام? يبقى مورفيم مورفيمز. اللي هي لازم تبقى دخلها في مورفيم تاني واللي هم قلنا عليهم الافيكسز. بنسميهم باوند مورفيمز. تمام? هي الكلمة تقف وحدها. والباوند مورفيم هي اللي هي تقدر بتضاف لحاجة عشان تدب لها معنا. متاح كورسات اولاين في اي وقت. ومتاح كورسات السهاج في اي في اي وقت ابردو. شكرا واتمنى تكونوا استفدتوا. ربنا معاكم في المتحنات وان شاء الله تعملوا عظمة. باي باي.